الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الله صراج الدين رضي الله عنه كيف التقاعد عنده؟ كذلك نذكر من إدارته وإكرامه للعلماء أن الأستاذ أو الموظف إذا ضعف عن العمل لكبر سنه أو لمعوق دائم لا يعزله عن العمل بل يقول له يا أستاذ لا نريد أن تتعب درس في مسجد قريب لبيتك ما تستطيعه ونحن ندفع لك مرتبك الذي تأخذه منا كاملا غير منقوص والحمد لله رب العالمين